تسلم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري في دورته العادية الخامسة والأربعين بعد المئة وذلك في الجلسة الافتتاحية للدورة التي عقدت بالقاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وقد ألقى معالي وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن خالص تقديره للجهد الكبير الذي بذلته الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال ترأسها للدورة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري ودورها المتميز في الوصول إلى آليات جديدة وقرارات ومواقف هامة كان لها الدور الكبير والإيجابي في العمل العربي المشترك مشيدا معاليه بجهود معالي دكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية وجميع منتسبي الأمانة العامة في التنظيم والمتابعة والإعداد الجيد لأعمال الدورة وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن ظاهرة الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية من أخطر التحديات التي تواجه الدول العربية حيث تتخذ هذه الجماعات من الأراضي العربية مقرات لها لنشر فسادها وخطرها وإجرامها في ظل دعم من دول تقوم بإيواء المجرمين الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات بالإضافة إلى الدعم المادي والإعلامي وغيرها من الممارسات التي تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية واستعرض معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة في كلمته أهم التطورات والموضوعات على الساحة العربية مشيرا معاليه إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه بسبب زيادة وطيرة الاحتلال والاستيطان والحصار والاعتداءات المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني الأبي والمقدسات الدينية داعيا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للاطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لتحقيق السلام الشامل والعادل وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وجدد معالي وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مشددا على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث واستنكر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومساندة الإرهابيين وتدريبهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات ومواصلة التصريحات العدائية على كافة المستويات مؤكدا معالي أن إيران لا تكترث بحسن الجوار والروابط الجغرافية والدينية ولا بمبادئ الأمم المتحدة ولا القوانين والمواثيق والأعراف الدولية مستشهدا بوجود جماعات إرهابية في مملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي وكذلك بالعدوان الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد مطالبا إيران بضرورة الكف فورا عن هذه الممارسات التي تمس سيادتنا واستقلالنا وأن تغير سياستها مع دولنا بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وفيما يتعلق بالوضع في سوريا أوضح معالي الوزير أن الحل الأفضل والأسمى يتمثل في عملية سياسية شاملة وفقا لما جاء في بيان جنيف الأول الذي صدر في 2012 وتأمين دخول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق في الداخل وفي الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين وتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 والقرار رقم 2254 داعيا الدول الكبرى للتفاهم والتعاون في حل الأزمة في سوريا وبشأن اليمن أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة على مواصلة جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة حتى تتمكن الحكومة الشرعية من بسط نفوذ الدولة على كافة ربوع اليمن مشددا في الوقت ذاته على الالتزام بتقديم مختلف أنواع المساعدات الإنسانية مؤكدا على ضرورة الحل السياسي الذي يقوم على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض بالإضافة إلى التنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وقد رحب معالي وزير الخارجية بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الوطنية في العراق بما يساعد في التغلب على كافة التحديات والتخلص من الجماعات الإرهابية على أراضيه كداعش وحزب الله وغيرها من الميليشيات المسلحة وإنهاء التدخلات الخارجية واستعادة الأمن والاستقرار وأعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن أمله في أن تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المصغرة واعتمادها لتكون خطوة متقدمة داعمة لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق ما يصب إليه الشعب الليبي الشقيق من أمن وأمان واستقرار وتنمية ورفاه وأشار معالي وزير الخارجية إلى ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام للتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية عن طريق تطوير آلية القمة الاقتصادية وغيرها من الآليات وخاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها كثير من الدول العربية والتي تفاقمت بعد تهاوي أسعار النفط وهبوطها إلى مستويات متدنية الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نسعى إليها جميعا وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن ما تواجهه الدول العربية من صعوبات ومشكلات وما تمر به من محل وأزمات لا يجب أبدا أن يصيبنا بالياس أو الإحباط ويجرنا إلى الفرقة والفشل بل يجب أن يدفعنا لبدل المزيد من الجهود الجادة للحفاظ على الوحدة بين دولنا وشعوبنا مؤمنين بقدراتنا وموقنين بأننا وبما نمتلكه من مقاومات كبيرة وإمكانيات هائلة قادرون على ردع كل محاولة إضعاف موقفنا وجهودنا نحو الاستقرار والتنمية والانتقال معا إلى مرحلة مشرقة بالسلام والازدهار والرخاء مقاومات مقاومات اشتركوا في القناة